سوف أتخذ ترامب دفاع عن نفسه أمام أنصاره في أول خطاب له وعيد اتهامه بأكثر من 37 تهمة جنائية إن لائحة الاتهام السخيفة العارية من الصحة الصادرة عن إدارة بايدن ستصبح من بين أفضع انتهاكات السلطة في تاريخ بلدنا وقد قال كثير من الناس ذلك حتى أن الديمقراطيين قالوا ذلك هذا الاتهاض الشرير هو استهزاء بالعدالة فبايدن يحاول سجن خصمه السياسي البارز فهو يفعل ذلك تماما كما دفعل روسيا ستالينية أو الصين الشيوعية هو لا يختلف عنهم ترامب اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بتسييس قضيته وإساءة استعمالهم للسلطة بسبب محاولته الفوز بولاية رئاسية ثانية وأشار إلى أن لائحة الاتهام خلت من الإشارة إلى قانون السجلات الرئاسية متهما إياهم باستخدام قانون التجسس ضده يتكئ ترامب على استطلاعات الرأي الأخيرة التي رفعت حضوظه في استشراف الانتخابات المقبلة بين جمهور المؤيدين من ذهب إلى حد التلويح بالحرب الأهلية واستحضار مصطلحات الإعدام والقتل والثورة المسلحة بحسب منشورات على منصة دونالد وتروث سوشل تهديدات مناصر ترامب طالت كل من النائب العام وعائلته إضافة إلى المحقق الخاص جاك سميث هذا المغرد يهدد بالحرب الأهلية مؤكدا مناصرته لترامب وكذلك غرد آخر بأن ترامب سيفوز في انتخابات عام 2024 وإلا فستبدأ الحرب الأهلية فيما رد بعض أنصار الحزب الديمقراطي بتهديدات مماثلة بالقتل تطور قضية ترامب مثل فرصة وتحدي في آن واحد بالنسبة لحاكم فلوريدا رون دي سانتس الرجل وإذ عزز حملاته الانتخابية فإنه يبدو حريصا على استقطاب مؤيدي ترامب منتقدا ما يراه استنسابية ضد مؤسستية أعرب عن أسفي لتزايد تسليح الوكالات الفيدرالية ضد أشخاص لا يحبونها في اليوم الأول سيكون لديكم مدير جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي تتزايد حدة الانقسام والتخندق الاجتماعي في الولايات المتحدة ويتقاطع فيها السياسي بالمجتمعي وسط تحذيرات من ارتفاع حدة التوتر مع زياد الحموة الانتخابية